يا يا جماعة اللي مش قد المسئولية امشي بقى امشي بقى خلاص يعني ما تخنقناش اللي مش قد المسئولية اللي معندوش دراية بالإدارة ولا بالفني امشوا ابعدوا اللي مش قد كلمة منتخب مصر بأولمبي امشي منتخب مصر الاول امشي سيب الناس نفسينا نشوف كوادر نكحة نفسينا نشوف أسماء على دراية بالإدارة على دراية بالنحية الفنية على الإدارة بالتعامل حتى مع اللعيبة على الإدارة حتى بالتعامل مع الميديا بالإدارة حتى بالتعامل حتى في البرامج بالتعامل حتى على السوشيال ميديا احنا بينا نشوف دلوقتي كله داخل في بعضه كل واحد دلوقتي بالعلاقات نزل لي خبر اعمل لي خبر نزل لي مصالح بتتصالح زي ما بيتاء مصالح بتتصالح في الاخر الكرة عملها ننزل كده عملها تنزل 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 لحد بعد كده مش هنشوفها طبعا يعني بطولة أوروبا طبعا منتخب إنجلتيرا كسب منتخب هولندا 2 واحد وإن شاء الله بإذن الله النهائي هيبقى أسبانيا وإنجلتيرا يوم الحد اللي جاي إن شاء الله يعني مباراة طبعا كلها هيتابعها وكلها هيتشوفها نشوف أجواء تخرجنا برا الأجواء اللي احنا بنشوفها ونعمين نتكلم عليها دي لأن فعلا بقت حاجة صعبة بقت موضوع صعب نتمنى أن يبقى فيه تجديد شوي تجديد أشخاص وتجديد مدربين وتجديد إداريين وتجديد إدارة وتجديد كوادر فعلا تليق بالكرة المصرية ده اللي احنا نفسنا نشوفه على مدار تاريخ الكرة المصرية شفنا أسماء تقيلة هي اللي نقلت الكرة المصرية قبل الخمسناشر سنة اللي فاتوا ولا العشر سنين اللي فاتوا هي اللي خلت اسمها منتخب مصر رقم واحد حتى على سعيد مثلا منتخب النشئين والمنتخب الأولومبي شوفوا الأسماء يا جماعة اللي كانت موجودة على الساحة والله العظيم الأسماء اللي موجودة حاليا على الساحة والله معرفة ولا عمر سمعت عنهم ولا عمرنا شفناهم ولا حتى كانوا مثلا قبل كده مثلا شغالين وبعد كده المناصب بتاعتهم عاليت كلهم برا كلهم كانوا برا اللي تلاقي كان منصب صغير بعد كده بقعت فترات كبيرة جدا وبعد كده رجع بعلاقاته عشان كده احنا وصلنا للمرحلة اللي احنا شايفينها دي ده والله العظيم لوحد خلاص يعني الموضوع بقى صعب جدا طبعا عايزين نتكلم بكرة طبعا فيه مباراة الزمالك وطلاق الجيش في الدوري الساعة 9 مساء على السادة الكولية الحربية موجلة من الدور من الدور الستاشر طبعا الزمالك طبعا أكيد مباراة الفوز على الإسماعيلي كانت طبعا أكيد إعادة الثقة تاني للعيبة والثقة للجهاز الفني وأعتقد أن خلت اللعيبة ترجع تاني لأن الحالة الفترة الأخيرة لأن الزمالك ما كانش حلو ما كانش في أفضل شيء نتمنى بكرة إن شاء الله نشوف مباراة ممتعة مباراة كويسة أكيد إذا مالك عايز عايز يحسن من المركز بتاعه عايز يحسن من نتائجه عايز يبتدي يرجع ثقة اللعيبة تاني في الأجواء نتمنى طبعا نشوف مباراة كويسة جدا فيه بقى التحكيم بكرة لو سمحت تزورهولي هنا لو سمحت حكم ساحة محمد معروف حكم مساعد يوسف البساطي حكم مساعد اتنين محمود حسين حكم رابع صبح العمراوي حكم فار محمد الحنفي الحنفي حكم فار مساعد عمر فاتحي نتمنى نشوف بكرة تحكيم بس أكيد طبعا هيبقى فيه أزمات يعني ده شيء طبيعي ما ينفعش ما ينفعش إحنا نعدي في الدور المصري غير ما يبقى فيه أزمات سواء مع الزمالك أو مع الأهلي أو مع الأندية التانية لازم الأزمات تحت التحكيم دي موجودة موجودة حاجة كده تحسنوه مقرر ما ينفعش ما ينفعش كده ماتش عفكرة الأخطاء دي وردة يعني الأخطاء دي مش هيكل عادي بس فيه خطأ تقدر اللي هو خلاص أنا أخطأت أخدت قرار غلط بس ما يبقاش إن أنا وأخد قرار وإنا عارف إنه غلط وعافية اللي هو أنا بقى عنده خلاص سواء ما يبكلم مش بكلم على الزمالك بس ما يبكلم على الأهلي والزمالك وحتى مع الأندية نتمنى نشوف بقى الأمور تهدى شوية في الفترة لأنه فعلا بجد الأزمات كترت تحكيم وتحتكورة وربطة وجولات متأخرة ونسبة مش عجبها الجدول بتاعها والماتشاط نفسينا بقى نشوف حاجة كده منتظمة نستمتع شوية